ما نجموش نقوله أنه قوس الحريات أغلقة في تونس رغم كل المظاهر الخطيرة اللي نشوفها لأن الحريات بسيفة عامة وحرية التعبير وحرية التظاهر هي استحقاق شعبي يعني هي ليست منها لدى الحكومات تمنحها للشعب وتنزحها منها وقت ما تحب هي استحقاق شعبي وحق لكل التونسة ورزمو أن التونسة يعني استفيدوا من الحق هذا ويستعملوه وهذا كلماذا كنلاحظت أن تونس طيلة العشرية هذه ما وقفتش الأحتجاجات والناس عبرت على رأيها رغم كل محاولات القمع ورغم كل محاولات التضييق يعني شوفنا مثلا في باردو لما صارت المظاهرة في جانفي وفي إفريل لما صارت حاولوا يسركلوا وحاولوا يغلقوا وصار يوم يعني كان يوم أسود يوم غلق مدينة كاملة مدينة باردو غلقوها من أجل تأمين البرلمان في حين هي كانت مظاهرة سلمية رغم ذلك الناس تظاهرت وبعدها نزلوا إلى الشرع رغم الغلق إلى الحبيب بورجيبة رغم الغلق كل المنافذ المؤدي للعاصمة يعني الحكومة حاولت في كل مرات تغلق وتلتف على حق التظاهر وتضرب حق التظاهر لكن الشعب والناشطين والحركات الاجتماعية لا تقبلها يعني الحرية ما فيهش مربعة تمدهولك الحكومة وانت تقعد تتحرك في وسطه يعني الشوارع والصحات هي ملك الناس ملك الشعب يتظهر فيها وقت محب بالطريقة طبعا الطريقة المدنية السلمية الحضارية ولم تتمكن أي حكومة من أنها تلتف على حق هذا لذلك نقول أنا الحريات بصفة عامة مضمونة بالنسبة للاعتداءات على الصحفيين وماذا نقوله قوس الحرية وحرية تعبير أغلق وقتنا الاعتداءات هذه تكون بعضها مباشرة رأوا إلي الناس خافت ورأوا إلي الصحفيين خافوا وتراجعوا على إليه بالعكس أحنا كل اعتداء يزيدنا قوة ويزيدنا تمسك بحرية الصحافة والتعبير ومش ممكن أن نسلموا فيه يعني من ضمن الحوادث السوداء اللي صارت في توس هو اقتحام وكالة توس إفريقيا للأنباء بقوات البوليس واللي هو ما عملهاش الراحة المرجيبة ما عملهاش الراحة البن علي يعني لما الحزاب السياسية وخاصة التيارات اللي عندها خطاب عنيف وخطاب متطرف وخطاب شعبوي يعني هذي تركز على مهاجمة الآخر ومن ضمن الآخر هو الأعلام والصحفية يعني ركزوا على مهاجمتهم لكن في المقابل شنو هل تراجعنا احنا على مسارنا هل تراجعنا على تناولنا في المواضيع بحرية وباستقلالية وبموضوعية ليه وقعدنا كل الصحفيين تقريبا متمسكين بحريتهم يعني الاعتداء احنا كما قلت كيزيدنا تمسك مع خطورة الاعتداءات هذه ومع خطورة الخطابات التحريضية والهي الخطابات التحريضية تؤدي مباشرة إلى عنف يعني البارح يعني لو لا صوت الرب في شمس الفهم كانوا اقتحموا للإذاعة وهذا بتحريض مفتح العيون من الرئيس البلدية بعث العمال البلديين بشحنات الفضلات وبعثهم الإذاعة ما هي نتيجة مباشرة؟ نتيجة مباشرة للتحريض هي الاعتداء العنيف وهذا اللي نبهنا منه معتها ببرشة مرات واتخذنا فيه إجراءات ورفعنا قضايا ببرشة ناس لكن للأسف الدولة طبعت مع الإفلات من العقاب ومش طبعت فقط معها بل أصبحت هي تحمي في المعتدين وتحمي في المجرمين وأصبح الأفلات مباشرة وشوفنا الحدث الأخير من الشاب اللي تم تعريطه في سيد حسين شوفنا كيفاش الدولة بالوقت يعني الرياكشونة عن وزارة الداخلية أنه هو جاء عراء روحه علينا ونحن ما درناش بهه يعني من ناحية مطالبين أن الأنشطة الرسمية والبلغات الرسمية في إطار حق المواطن في الإعلام أنا نعطوه المعلومة لكن الإجابة اللي لاحظته خاصة لما حدثت الشاب سيد حسين أنه الإعلام ما صدقش رواية رسمية لأنه عنا الأدلة أنه رواية رسمية غالطة وكاذبة مش غالطة فقط لأنه الغالطة تجب تكون خطأ غالطة وكاذبة لأنه تم التعمد المغالطة وتم التشهير بالشاب رغم أنه معتدى عليه ورغم أنه ضحية وتم غلط كل الرأي العام بتعمد المغالطة هي الكذب المتعمد وشفنا كل البلاتوات وكل الإذاعات وكل المواقع وشفناها كيفاش تعاملت قلت أنه رواية داخلية هاو عادينة لكنها رواية غالطة ورواية منقصة والفيديو المنشور واضح لا غبار عليه أنه الأمن هو الاعتداء وعرى للمواطن يعني أثبت ديمة أنه مصدر يسعى إلى حماية المعتدين وتكريس الإفلات من العقاب وهذا اللي لازم ينتهي ممشيناش في المقاطعة مباشرة نحن مشينا في تدرج ومع الطرفين مشينا في تدرج أنه يا ناس أنه لو لم يتعبلوا فيه ما يجيش نره نددنا رفضنا عزدنا البيانات وشي متواصل يعني ثم أطراف سياسية في توس مهمتها أنها تسب في الناس تنشرف العنف مش كان على الصحفي وكانت لاحظ البلاتويات كيفاش كان كانت كلها عنف يعني يعني سياسي أو نائب أو رئيس حزب يعظر في بلاتويات يسيب في النسل كل ويسيب في الصحفيين المناخ يسمح متعفن إذا كان الناس ما فقدش أنه المناخ متعفن فلو المناخ متعفن برشة وسيئ برشة ويرسف الأحباط عند الناس إذا الناس تعتبر وهذا المهم إذا الناس تعتبر أنه الخطاب العنيف حاجة عادية أحنا ما نعتبرهش حاجة عادية ولا يمكن أن يطبعوا مع خطاب العنيف التطبيع مع العنف هو أخطر شيء صار في تونس يعني يطلع شخص مهما كان وخصر بالنسبة للمسؤولين يطلع شخص يبدأ يسيب في الناس يا خوانة يا عملاء يا بيعة ويتهمهم بحر كما صارت مع مراسلين قنوات أجنبية يتهمهم حتى بأنهم عملاء للدول الأجنبية يعني أنت لما مسؤول تتهم شخص بدون أدلة وتبيع اتهام كاذب أنه هذاك عميل كيفية تحبهم بعدها تفشاروا وما يصيرهم من المواطن الذي يسمع كلامك وقال له من أنصارك وصارت راكسيو شفنا مع بيلا المبروك شفنا مع صحيف الدين العامل شفنا مع مراسلين قناة الجزيرة كيف يتم الاعتداء عليه المشكلة أن الأطراف هذه لا يفهم أنه الاعتداء فشنا يتم عن نس كل لما أنت لديك مشكلة مع قناة تابعة مثلا للإمارات وتصبح فيها راه الاعتداء مش بيصير على هيبرك لا يفهم القناة تتعب على الإمارات والقناة تتعب على فرنسا والقناة تتعب على قطر والقناة تتعب على أمريكا والقناة التوسيل لأن الأنصار هذو ما معطا يسمو كلام قياداتهم برشا ويضربوها قدوا غنيات خافية لا يفهمهمهمش وهذا خطير أحلى بالنسبة لنا لأنه تطبع مع العنف ونعتبره أمر خطير خلينا نكمل لك حتى ما تكملت جاوبتك في الجزء المهم فيه الأطراف هذه قلنا لهم أنه راه الاعتداء اللي صار مجيش واعتذروا عليه يعني شنية مشكلتك يتعتذر بالعكس هو الاعتذر مش يام الكبار إذا ما تعتذرش على الاعتداء اللي صار وقالا ما تعتذرش على خطاء ارتكبتهم يعني حاجتين يا أم أنت مواصل وماهمكش في الليصار وتعتبر اللي عملته صحيح هذا هي الحاجة لولا والتي هي خطيرة جدا وقالا اتقلنا راني أنا أخطأت لك لأتحمل مسؤولية في الليصار ولي هو هذا يا زادا اختير برشة احنا تماما في نقامة الصحفيين احنا نجيه للصحفيين وفي تقارير اخلاقيات وفي تقارير نجيه للصحفيين قلوا لهم اخطأتوا في تقارير منشورة عننا منظورنا نقول لهم راكم اخطأتوا واشبهكم ما تقولوش القياداتكم ما تعتذرش وانصاركوا اعتذر أبسط حاجة اعتذر لأنه أنا زادا مش ممكن نقبل أنه تعتدي على الناس بالطريقة هذيك ونقول لك ملول اعتذرهم الشباهي وروا خطير الامر هذا وانت تواصف تقول ما راكم اعتذرهم اضربوا لي على الطيار ما تقول اللي تعمل فيه صحية ما تلقي اعتداء وسب الناس اصبح امر عادي اذا كان بالنسبة لكم اصبح امر عادي فبالنسبة لنا ما هوش امر عادي نعرفوا لي قرار المقاطعة يثير كثير من الجدل وانه قرار صعب احنا ناخذ وانه قرار مقاطعة من نشفر حالي قرار صعب لانه نعرف الانتزامات البهانية ونعرف مسألة التوازن وحقنا لكنه حماية الفضاء العام بالنسبة لنا هو مسؤولية وشوفنا في برشة تجارب في الدول الاخرى انه تم اطراف سياسية متطرفة تم مقاطعتها اولا خلينا نكون واضحين ارى مسألة الحريات وحقوق الانسان بالنسبة لنا حاجة مبدئية بفيهاش تراجع ومهاش حاجة لوكس بسببنا حاجة اساسية يعني لما نتحركوا واليوم اصدرنا بيان على الشاب اللي تم تعريته وعلى الشاب الاخر اللي مات فيه ظروف مسترابة بعد ايقافه هذي مسألة معتها مبدئية ومهما كانت الوضعية مش نقعدوا نتحدثوا عليها مش نقعدوا نحكيوا عليها لانه هذي التزام مبدئي لنا كنقابة وللصحفين بصفة عامة ونعتبروا مسألة الحقوق والحريات مثلا جوهرية مش ممكن لكن في المقابل نعرفوا احنا في الفترة الاخيرة كانت مسألة الحريات تاغية اكثر ببرشة على مسألة الحقوق المهنية وما إلى ذلك احنا شعمل احنا من سبتمبر ما اللي تم انتخابنا في نقابة صحفية نمرة الاخيرة عملنا جملة تحركات كلها كانت تحركات مطلبية مهنية كلها وحتى يوم الغضب اللي عملناه قدام رئيس الحكومة في القصبة والتلويح بالاضراب اللي عملناه في ديسمبر كان على مطالب مهني ما كانش على مطالب حقوقية وحريات والمفاوضات اللي صارت في رئيس الحكومة اللي خرج عليها اتفاق 8 ديسمبر اللي فيه جملة من النقاط اللي نحكيوها الكله كانت مهني اللي هي مسألة تسوية الوضعيات في الاعلام العمومي اللي هي اسلاح الاعلام العمومي وضعية الاعلام المصادر الاتفاقية الايطارية المشتركة للصحفيين اللي هي لكلها مسائل مهنية واقتصادية وحقوق اقتصادية للصحفيين مسألة شنو عنا مسألة خارجية معاة الصحافة اللي احنا باش يتم احداث قانون امر حكومي لأحداث خطة المكلف بالاعلام في المؤسسات العمومية والمشاقات العمومية باش يحل باب كبير لتشغيل الخارجية معاة الصحافة كلها مسائل كلها مسائل مهنية وكلها مسائل تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين الاتفاق هذا عملنا في ديسمبر حققنا منو حاجات منها مثلا مسألة التسريع في التفويت في شمس فان منها الحق اذا تزدتونا بالاعلام العمومية منها تسويت الوضعيات في الاعلام العمومية وامضينا الاتفاق يعني هذا كل بدنا فيه وما زالت حاجات اخرى كما قلت كامر احضيط خطة المكلف بالاعلام وخاصة اللي احنا ما زلنا حاطين على رأس الاولويات هي الاتفاقية المشتركة للصحفيين يعني هو ما صار تخنى فيه مسار تفاوذي يتعطل فيه حاجات وينجح فيه حاجات لكن اللي يتعهد به انه ماناش باش نتدخل اي مجهود في انه كل النقاط الواردة هذيك في الاتفاق لكلها باش تكون باش نسعو انه نحقها بكلها اليوم احنا الاتفاق ميديسون بردك اللي صار فيه كل شي اتفقنا انه الاتفاقية الاتارية فهى جملة من الفصول اللي تعانى بحقوق الصحفية في نفس الوقت عندك مؤسسات اعلام عمومي عندها نظم اساسية ونحن نعفو ديما القانون الخاص ديما أسبق على القانون العام النص الخاص ديما أسبق والنظمة الاساسية هذه نظمة قديمة يعني الاتفاقية الاتارية متاع سنة 2021 لكن النظمة هذه عقود خلت فهذا كانس سيصار تعرض بين النظمة الاساسية لازم تتطور حتى تكون مواكب الاتفاقية لان الاتفاقية فيها اكثر حقوق وفيها اكثر امتيازات وفيها اكثر ضمانات الصحفية حكومة امضت عليها وتملصت منها في ذلك حكومة يوسف الشهد امضت عليها ورفضت نشرها فراء الرسمي لان حتى التضارب اللي حكيت عليها هدايا رأى التضارب ما عنده معنى تعرف علش لزء اسباب لان الاتفاقية قانونا صالحة لمنشر ولليوم اتفاقية قانونا صالحة لمنشر ولو الحكومة وكل الحكومات التي اتعدادت قدامهم يلف الاتفاقية حكومة يوسف رشاد وحكومة لاسف فاق وحكومة ماشي استهانوا وتلاعبوا ومهمهم حقوق الناس حقوق الناس اللي تخدم في تونس في دولة هم يحكموا فيها مهمهمش بل تهمهم حقوق الناس النافذة هذا كان ما ركضه لكن حبيت نقول لك قال لي لو تنشر الاتفاقية بهذه السهد مثلا الاكثر نفعا معروف مثلا انا عندي اتفاقية فها مثلا مثلا قولوا دوز جور دو فورمسيون يعني على مدة طعام مثلا وانت عن ذك اتفاقية اخرى فها اتفاقية خاصة فها مثلا ثمانية مسا 12 ديما تطبق الاكثر نفعا وهذه قاعدة عالمية في قاونة الشغل في الاتفاقيات هذة كان لماذا لم تنشر حتى تضارب احنا متى تخنى في المصار التفاودي قلنا بش نواصلوا الاتعاليات اللي قدموها هما اللي احنا بالنسبة نغير مقنعة لكن قلنا انو تعطلنا برشا خلينا نشوفوا شين نزموا ذلوه دخلنا معاصم مزارة الشؤون اجتماعية ومع رئيس الحكومة ومع مؤسسات الالام العمومي حتى نشوفوا شين هي اللي نجموا نبدلوه فالنظم مش في القانة الاتفاقية ونعملوا مع تحاجة كيمة الملاحق وتنشر الاتفاقية كاملة مازلنا لليوم نحكيهم على التفاوض لنشر الاتفاقية ونعاودوا نقول هنا مدام اتلحت الفرصة ان نرى اي يوم تأخير في نشر الاتفاقية هو اعتداء مباشر من الحكومة على الصحفيين واي صحفي ما زالت وضعته هشة وما زال يتقاضى في اجر يعني سخيف او مهين سمحني في الكلام واي صحفي لا يتمثب حقوقه واي ام صحفية تجيها لما تغنيته وما تنجمش ويجي عارفة تردها خطرها بشتولد واي شخص يمرض ما يلقاش كيفاش يداوي واي شخص ما نجمش هز ام ولا ابوه هداوي لانه ما نجمش يخذ يعمل الكل في رقبة الحكومة ولكل في مسؤولية الحكومة لانه هذا الكل مسؤوليتها انها نحن نقول لها ستلقى ان يكونوا في 300000 او 400000 وهذا ممنوع والحكومة تفرج فيه وفي بالها به وقلنا لها رأه اللي قاعد يصير هذيه جريمة في حق الصحافية وجريمة في حق تونس لانك ماش معقول تجيل الناس تخلصهم 300000 انتي تخزر لهم وتفقدتك ما تعمل حتى شيء وزارة شون الشمائي متاعك ما تعمل حتى شيء بل بالعكس تحمي الناس هذو تحمي الناس اللي تنتهك فيه وتمتص في عرق الناس اللي تخدم هذه الحكومة دورها فشغطة هو اولا بالنسبة للمسألة المحامين كان لنا دور حنا في نقابة صحافيين في هذا وانا تم صدائي في جلسة نظامها عميد المحامين مع مجموعة كبيرة من المحامين ومنهم بارشة محامين اللي يظهروا في تلافذ سميته موقتها اللي ستار بتاع تلافذ المحامين كانوا حاضرين وتحدثنا 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 عن الخلط الكبير اللي ساير انه خسرنا وليس فقط انه شد بلاد الصحافي هذيك تفاهمين فيها انك محامي وتنوب في قضية وجيب في الليل محلل وتضحك عن نفس القضية هذيك اذا كانت قضية رأيعة ما انت هل انت المحلل او محامي الدفاع عن القضية صرت ضرب كبير وهذه حكينا فيه العمدها مشكورة كانت قرارها حاصل في الحكاية هذه هذا من جه حكاية الممثلين وغيرهم اذا لم يكن ممثلين يشيبوا في ناس من انستجرام ومن يوتيوب ويجيبوا ناس يكون معتها يكون مثلا دي جي دي جي في ملها ولا في يجي ولي كرونيكور اوكي معتها لكن على الاقل تلع المستوى المستوى التعيس للمشهد لبلتوات هذي بميظة فرين الترفيهية احنا العلام دوله ترفيهي لكن النزول بالمستوى موش ترفيه انك تنشر التفاهة موش ترفيه انك تنشر الغباء تنشر الغباء رو موش ترفيه وانك تجيب ناس ناكيرات وناس ما عندهم حتى قيمة وحتى بوين نجم يكون عندهم قيمة في مكانهم لكن ما عندهم كيمة مضافة بشي قدموه وتسل فيه اسألة مصيرية تخص مصير التواسع وشني رايك في اللي سار في مثلا في القسري والهي مثلا تبدأ قضية كبيرة هكا ولا مواطن تضرب بكعبة جاز ميت وإلا واحد في ضرب جوع وإلا تضرب على النساء مثلا للنساء العاملات في الفلاحة ولا يعني قضايا كبيرة مجيش تعمل مع باتفاها هذيك تنذكر مرة مقدم قالوا جوستمو على النساء العاملات في الفلاحة اللي زون في الكمين ولي ماتوا منهم برشة في الحالة هذية جي المقدم قالوا المسال يسار طوب ولا فلوب طوطة وذي معقول أنك مأساة تتعمل معها بمنطق طوب ولا فلوب احنا قعدنا في خطوة أولى قلنا أنه أولا نبدأ بالمهن الصحفية لأنه كنت تعرف تلفزة فيها مهنة بعد أخبار تقديم ما إلى ذلك لها مهنة صحفية وثم المهنة مقريبة ولي هي ما تانره ما عنديش مشكلة أنه يجيوا ناس من براء يحلوا يكونوا مش صحفيين لكن على الأقل يكونوا عندي من حد الأدنى فجبنا على الأقل قلنا في المهنة الصحفية يكونوا خارجين مع الصحافة أو حتى كمش خارجين مع الصحافة يكونوا صحفين محترفين لأنه عانج من قانون من العربية من لغات من علوم إنسانية حتى من شعب العلمية وليوا صحفيين وأثبتوا جدرتهم عادي أن يكونوا يكونوا صحفية ويكونوا حاملين لبطاقة صحفي هذه هي حاجة الحاجة الأخرى كما قلت تتحدث على الكرونيكور والممثلين والإستجرام هذه هي مسؤولية أصحاب المؤسسات أصحاب المؤسسات يوجعوا على الربح السهل ويوجعوا على ثقافة البرز كيف يقوموا على ثقافة البرز لم يقوموا على صحافة محترفة يقوموا على كأن من هذا وهذا أخطر شيء يجب أن يحدث الأصحاب ليس لكل المؤسسات أعلمية خاصة محترمة ثم موجودين ثم لم وهذا ما ساهموا في الحقيقة في أن المشهد يكون تعيس جدا اشتركوا في القناة